حريقان يستهدفان مشفى الرقاء الوطني خلال 48 ساعة الاخيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابعين الكرام افاد مصدر من داخل مشفى الرقاء الوطني بان حريقان متتاليان استهدفان مستودعات المعدات الطبية في المشفى خلال 48 ساعة الاخيرة المصدر اكد ان الفاعل ظل مجهولا حتى الساعة رغم وجود كاميرات مراقبة في محيط المشفى والمستودعات مشيرا الى ان استمرار التحقيقات مع حرس المشفى من قبل قوات سوريا الديمقراطية قصد واوضح المصدر ان الحريق الاول اندلع في مستودعات المعدات الطبية يوم امس الاثنين لكن جرى احتوائه بشكل سريع دون وقوع اي اضرار جسمية بينما اندلع الحريق الثاني صباح يوم السلاساء وقضى على 65 من المعدات الموجودة في المستودعات مع ورود انباعا وجود متورط بهذه الحوادث دون تحديد هاويته حتى اللحظة وتعتبر هذه الحادثة الاولى من نوعها في مشفى الرقاء الوطني الذي يضم عدة اقسام كغسيل الكلية وقسم التلاسمية وقسم الاشاء وغيرها ومن جانبه شددت قصد حراستها للمشفى بعد وقوع هذه الحادثة لا سيما ان كثافة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط ووسط المشفى لم تغني عن وقوع الحادثة في ظل مخاوف من تكرارها في اقسام اخرى وفق المصدر كل الحب والاحترام للكون اخواتي الكرام تحياتي للكون تحياتي لمتابعين الكرام يلي عبي تابعنا عبر يوتيوب نتمنى لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واللي عبي تابعنا عبر تطبيق تيك توك نتمنى تزوروا قناتي على يوتيوب منكبر فيكن تحياتي للكون السلام عليكم اشتركوا في القناة